تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك وذلك بمناسبة الاحتفال خلال شهر اكتوبر الجاري بيوم تأسيس جمهورية كوريا مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات الوفيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراكة القائمة بينهما جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من نظيره الكوري الجنوبي وصرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في إطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية وفي ضوء النماذج النجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر في العديد من المجالات وخلال الاتصال تم تبادل وجهات النظر بشأن ملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبل التعاون في قضايا تغير المناخ خاصة في ضوء صدافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر شكرا